عارفين اخرته ايه يعني احد المدربين واضح ان هو بقى عارف ياكل عيش ازاي بقى شاطر في ان هو يعرف ياكل عيش ازاي بقى اللي هو مع ان الرجل ده ما كانش كده والله لان انا تعاملت معاه فترة من فترات في معسكر وكلام من ده فعارف طريقته لكن قالك ايه قالك انالعب على وطر الجمهور واقول تصريحات بترضي فئة قليلة من جمهور النادي ده عشان ايه يعني اعرف اكل عيش واكسب شعبية وده مش صح او ده يعني حاجة غريبة جدا بصراحة شخصيته لكن في نفس الوقت الكلام على حتة اصل الفريق المنافس ما بيروحش اللعب في الاسماعيلية طب ما هو الاسماعيلية ما بيجيش اللعب في فريق المنافس ده في القاهرة يعني الاهلي ما بيروحش او اسماعيل لي بس هو الاسماعيلية بيجي قاهرة بيلعب الاهلي لا ادي واحد رقم اثنين ما هو فريق المنافس ده تشطر عليه طب الاول لو كسبه ما هو فريق المنافس ده اللي كسبك خمسة اين كان بقى اني ملعب هو كان تمطش بتاعك وعلى الملعب اللي انت بتعود تلعب عليه وكسبك خمسة قبل ما تقول حاجة فكر فيها الفريق المنافس بقى لك كذا مطش مش عارف تكسبه دي نقطة تانية نقطة تانية النقطة التالتة ما هو انت دلوقتي مش قادر تفهم ليه ان الموضوع موضوع امن موضوع امني بحت مش عايز تفهم براحتك بس لو انت عايز تاكل عيش بالتصرحات دي لا ايه بعض عن الجنب الامني هو بعض عن الاهلي مش هنعط بقى كل شوية مش عارف الاهلي شغله ليه بصراحة كل شوية التصرحات بقى الكتير اوي حتى من قبل مطش القمة التصرحات بقى الكتير اوي الاهل الاسا الاقرب الاهلي لها هيكسب الاهلي لا شيل أهلي شوية من دماغك رغم أنه عارف أن ده صعب مع كامل احترام الرجل المدرب كبير يعني لكن التصريحات الأزائي دي ملاش لازمة يا جماعة فأنت عندك مشكلة ليه الأهلي ما بلعبش بإسماعيلية رغم أن أنت مشايف خالص أن الإسماعيل ما بلعبش في القاهرة مع الأهلي فالسؤال ده ووجهه للجهات الأمنية هي اللي ترد عليك وكامل احترام وتقديل الأمن وبالمناسبة بالمناسبة الأهلي لما كان بلعب إسماعيل ما كان بيكسب بالستة وبيكسب مطرق كتير جدا مش عارف بحس من التصريحات دي أن الأهلي لما كان بيروح يناج كان بياخد عينه ويرجع يعني لا ده الأهلي كان هو اللي بيكسب ستة وهو اللي بيكسب تلاتة وهو اللي بيعني فحاجة غريبة جدا الجزئية التانية الجزئية التانية قبل مطلع الفاصل وهي خاصة بحتة ايه برضو أقحم الأهلي في الموضوع فقال لك أصل الأهلي فيه مدربين بعد ما بيكسبوا بيقعدوا مش عارف قد إيه في المؤتمر الصحفي ما هو برضو معلش يعني ما ناخدها كده واحدة واحدة ما هم مدربين دول ما بيكسبوا بالخمسة لو جي كل صاحف يسأل على جون واحد من الخمسة هياخد كم دقيقة في الرد أقل حاجة يا سيدي دقيقة ثلاثة فطبيعي المؤتمر هيطول لأنه هو الفريق الكسبان خمسة هو المدرب اللي قدر ليكسب خمسة فالإشياء ده بيه كانت كبير الأسئلة ليه كانت كتيرة لكن في نفس الوقت مش هيجوا عنده بدرب شها الخمسة وهيسألوه انت شيلت الخمسة إزاي فحيبقى هوب وقلب المؤتمر الصحفي فبرضو حاجة بالنسبة لي يا جريبة اللي هو مش واكد باله منه إن حتى هو لما بيكسب جالوا أربع ضربات جزاء فأربع مطشط في الدوري واحدة منهم صحة وتلاتة غلط فركز مع فرقة تكوبيل عن الأهلي وماكش دعو بالأهلي أنا عارف إن التصرحات دي بتأكل عيش وعارف إن التصرحات ساعات بتبقى يعني حلوة بالنسبة لك عشان الجمهور يفرح يعني بس الكلام ده غير صحي إطلاقا بخصوص كورية القادمة المصرية بخصوص التعاصب مع كامل التقدير والاحترام يعني لكل المدر دي جزئية مهمة كان لازم برضو نعلق عليها بشكل مهم هروح لفاصل سريع بعد الفاصل إست عندي أخبار عن نادي الأهلي عندي أخبار كمان عن منتخبنا الوطني وقايمة كاس العرب حنتكلم في كل التفاصيل دي بس بعد الفاصل إستنم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر